السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليكم الموجز الأخباري لهذا اليوم أربيل تدخل بغداد عبر بواب الطهران انتحار رجل خمسيني بسبب الديون وسط البصرة الاتحاد الكويتي يبدأ التحقيق في أحداث مباراة العراق زين العراق تطلق حط كفوء الجديد بخدمات مبتكرة ورصيد مضاعف وفاقات متنوعة تلبي احتياجات المشتركين اليكم تفاصيل الأخبار قال أستاذ الأعلام عدالة عبدالله اليوم الخميس 12 يلول 2024 ان زيارة الرئيس الإيراني مسعود بالسكيان للعراق عليها رهانات كبيرة أشار له ان الزيارة لها حسابات من جانب الأقليم وسيتم فتح موضوع الخلافات السياسية التي حصلت بين بغداد واربيل بخصوص الموازنة والخلاف الاقتصادي وقضية الرواد وأضاف أن أربيل تحاول استثمار السيارة كي يكون الرئيس الإيراني طرفاً مساهمة لحل هذه الاشكالية نظراً لنفوذ إيران داخل العراق وسيتم مفاتحة القوة الشيعية الكبرى لغرض تقديم بعض التنازلات والوصول لاتفاق نهائي مع أقليم كردستان بخصوص تلك الخلافات وأشار إلى أن الأقليم يسعى أن تكون علاقته مع إيران علاقة متطورة ووطيدة وتدخل مرحلة جديدة يتم من خلالها تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية وتنقية الأجواء التي تحصل بين حين وآخر بين أربيل وبغداد أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة اليوم الخميس بأن رجلاً خمسينياً أقدم على الانتحار بسبب تراكم الديون وسط المحافظة وقال المصدر في حديث أن قوة من الشرطة تلقت اليوم بلاغاً بوجود حالة انتحار لرجل من تولد 1966 شنق نفسه داخل داري في منطقة حي الحسين ضمن منطقة الحيانية وسط البصر وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية بحسب ذويه أن سبب الانتحار يعود إلى وجود ديون كثيرة في ذمة الرجل مشير إلى أن الشرطة ما زالت تحقق في القضية عرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن أسابه أثر الأحداث التي وقعت على هامش مباراة الأزرق والمنتقب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمنديالاً 2026 ضمن منافسات المجموعة الثانية وانتهت المباراة المذكورة بالتعادل السلبي والتي شهدت حالات اغماء بين الجماهير بسبب سوء التنظيم والتقس الحار داخل ستار جابر الدولي ومنع اصطحاب زجاجات المياه إلى داخل المدرجات كما لم تتمكن بعض الجماهير التي تملك تذاكر المباراة من الوصول للملعب عقب امتلائه عن آخره وشدد الاتحاد على اعتزازه بالجماهير الوفية التي ساندت الأزرق في رحلة التصفيات الموندريالية وشدد على انه رصد ما تعرضت له الجماهير من معوقات خلال المباراة المذكورة خلال اجتماع لمجلس الادارة تم عقده اليوم اطلق الشركة الزين العراق للانتصالات خط كفو الجديد توفير احدث الحلول والخدمات المبتكرة والحصرية التي تلبي احتياجات المستهلك العراقي لما يحتوي من باقات متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع خط كفو الجديد يقدم رصيد مضاعف عند الاشتراك بالباقات يصل الى اربع اضعاف الرصيد استخدام مجاني لمواقع التواصل الاجتماع عند الاشتراك بالباقات الشهرية قرية ومرونة كاملة للرصيد لاجراء المكالمات وارسال الرسائل وتصفح الانترنت بكل شهولة 20% زيادة على الرصيد المضاعف عند الاشتراك عن طريق تطبيق زين العراق اشتركوا في القناة